بما اننا يوم الوقفة وفي ناس كتير عاوزة تعمل اضحية داخل مصر وخارجها ومش عارفين ازاي ممكن يضحه بسهولة وازاي كل الاضحي ممكن توصل لكل محتاج وفقير بسهولة ده ممكن الناس تعمله من خلال بنك الطعام المصري وهو مؤسسة اجتماعية خيرية كبيرة مهمة اننا نتوجه لها مباشرة ممكن نتوجه لها من داخل مصر وممكن من خارجها عشان نساعد في القضاء على احتياجات الناس في هذه الظروف العصيبة يكون معنا دكتور ريدا سكر المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري صباح الخير دكتور صباح الخير وكل سنة الطيبية وحضرتك طيب ومنورنا يعني بتنورنا في الاعياد وبعتقد ناس كتير بتسعد بجول حضرتك علشان بنساعد كتير في حل الازمات ونتمنى ان كل الناس ما يبقاش فيهم حد محتاج في العيد ان شاء الله طيب كلمنا برضو في نوزة بسيطة علشان الناس اللي ما تعرفش حاجة عن بنك الطعام تعرف ايه هو بنك الطعام و ايه هو الهدف منه ويفهموا بمعنى ايه هو مؤسسة اجتماعية خيرية بنجي الطعام المصري اسسهم مجموعة من رجال الاعمال ومجموعة من المصريين بحيث ان هم يعالجوا مشكلة بعينها اللي هي مكافحة الجوع موجودة في مصر بدأنا من ست سنين والحمد لله احنا موجودين في كل المحافظات المصرية من حلايب وشلتين لسجندرية للعريش كل المحافظات المصرية اللي انا اه ممثلين فيها اللي هي عبارة عن الجماعات والمؤسسات الاهلية اللي موجودة في كل منطقة وفي كل كفر وفي كل نجع اه بنختارها طبقا لمعايير محددة وبنشتغل معها بالنظام الشهري احنا بس ما مشتغلش في العياد وفي المواسم احنا بنشتغل طول السنة بنقدم اكل للناس اللي محتاجها طول السنة اللي هم المرضى بأمراض مزمنة الغير قادرين على العمل والكزب بندي لهم شنطة شهرية عندنا ثلاثة انواع من الشنط اللي هي الزاد واحد للفرد تقضيه لمدة شهر الزاد ثلاثة للأسرة الصغيرة الزاد خمسة بتكفى الأسرة الكبيرة ده بالنسبة للتغذية طول السنة عندنا حلوة مغطين حوالي مية وخمسين الف أسرة على مستوى مصر ده شهري بياخد في حاجة عندنا مساعدات موسمية في أسر بتاخد في العيد بقى لحمة العيد في قد الأطحى بتاخد شنط رمضان بنوزح حوالي مليون مليون ونصف شنطة في رمضان الناس اللي بتاخد موسمي دول الجمعية دي بنحاول نأهلها بحيث انها توصل للمستوى الشهري يعني احنا عندنا إدارة تقييم الجمعيات في لفل معين اللي منطبك على الشروط تماما بتدخل شهري وتوزع شهري اللي لسه عاوزة تدريب أو عاوزة نرفع مستوها بحيث ان يكون عندهم أبحاث مظبوطة عندهم داتابيز مظبوطة عندهم الحاجات دي كلها بنديله الموسمي لغاية ما نعمله عملية تدريب ونوصله للمستوى ايه اللي هو ياخد شهري جميل طيب كيف يعمل بنك الطعام المصري بمعنى الميكانيزم بقى الحكاية ماشية ازاي يعني هو بيجيب الأكل منين وبيحسبها ازاي وبيصنف الناس ازاي يعني على حسب الدخل ولا تبقى على حسب ايه المحتاج الحقيقي عندنا بيصنف على حسب الدخلة داخله الأسرة دي دخل الفردة دي في الشهر خلاص عاملين معي معيار محدد بحيث دي نقول محتاج او مش محتاج الي هو عشان بس الناس تبقى عارفها عشان برضو اللي بيتفرج عليه لا يبقى عارف لو هو ينطبق عليه الشريحة دي نقوله بقى يعمل ايه يعني هو فقاني شريحة ونقوله يعمل ايه اه اللي بيدل يدخله عن خمسين جنيه في الشهر يبقى الأسرة اه خمسة في مئتين وخمسين جنيه ده محتاج مساعدة لان المئتين وخمسين جنيه مش هيكفو اه اه اغراض الحياة التانية زي اللابس زي الالاج زي الحاجات دي كلها فاحنا بنوفر له. يعني العائلات الفخصية مسلا يتوفع عائلها او مش موجود ممكن يتجه لي كله انهم ما بقاش ليهم مصدر ده كل سابق. ايوة بيتجه لنا بنبحث حالته عن طريق الجامعية اللي موجود في المنطقة بتاعته بحيس ان احنا من منصفروش او من كلفوش الحاجات دي كلها بنقول له احنا بنشتغل في المنطقة الفلانية في محافظة كزا مع جامعية الفلانية الحاجات مين دي بتصل بينا بالكولسنطر ورقب مختصر مية وستين ستين بنوجيه الاقرب جامعية بيعملوله بحس واحنا بنشيك على البحس ده عن طريق ادارة الاستلام عندنا. رقم موحد مية وستين ستين يا جماعة من يقل اه داخل العائلة وفيه عائلات كتير ما عندهاش عائل يقل لداخلها عن خمسين جينيري الفارد يعيد تتصل ببنك الطعام المصري على مية وستين ستين طيب خلينا ناخد نرجع بقى لنص السؤال الاولين لحضراتك مجبتينيش عليه. الحكاية ماشية ازاي المكانيزم عبارة عن ايه عشان برضو الناس تبقى فاهمة الفلوس جاية منين ورايحة فين بما ان احنا دلوقتي فيه كلام كتير جدا عن التمويل اللي جاي من برة والتمويل اللي جاي من جوة وانه فيه فيه كلام دايما حوالين الفلوس جاية منين فحضرك لما توضح ده ده يبقى شيء مهم للناس عشان الناس تفهم برضو بمعنى ايه بنك خير يعني هو بيكسب منين يعني. بنك الطعام المصري اول ما انشأت اساسا اه مجلس الادارة اتفق انه هو ما ياخدش ايه تمويل من برة حتى من الدول العربية والدول الصوديقة والحكاية دي كلها اتفقنا وقولنا ان التبرعات كلها تبقى من مصريين من داخل مصر وده اللي بيحصل فعلا التبرعات بتجلنا من حاجتين. يما من مواطن العادل اللي بيدفع جنيه واتنين وتلاتة وخمسة. ده بصفة مستمرة. او فيه ناس بيتكفى الاسرة طول الشهر. اه او طول السنة. او فيه طبارات من الشركات الكبرى او رجال الاعمال. دول بيما يصل حوالي اربعين في المئة من التبرعات. ستين في المئة من التبرعات من الشعب العادل اللي بتورع بجنيه واتنين وتلاتة وخمسة. ما بناخدش اي طبارات خارجية خالص. اه. وتعرض علينا ملايين الجنيهات. يعني منينا فينا. منينا فينا. احنا بنقول ان احنا شعب المصر القادر ان هو يعالج هذه المشكلة. لان دي بتبقى فيها حساسية ان احنا جيلنا تبرعات من هنا ومن هنا والحاجات من دي. لا. شعب المصر القادر وعنده الامكانيات وعنده الموارد اللي هي تحل مشاكله وخاصة في موضوع الغذاء. جميل. بما ان احنا بقى بنتكلم عن الموارد وتوزيعها. فيه ناس كتير عايزة تعمل اضحية. وفيه حاجة عندك اسمها اه سك الاضحية. بحيث انه الناس اللي مش قادرة ان هي تتبح ومش قادرة ان هي تعمل بتضمن انه اه. اه. فلوسها وصلت للمحتاجين. هل يكون كنت تشرح الفكرة عشان برضو اللي عاوز يضحي وعايز يبقى يعني انه بقى ايه قادرين نوصل عن طريق الهوى. الطرفين ببعض خصوصا انه اه. اه. في ناس كتير برا مصر بتتفرج علينا في امريكا لاختلاف التوقيت. فببادئت عندهم بعض الظهر او بالليل. فلو الناس دي حب من برا ان هي تساعد. ده يبقى شيء جميل. الحقيقة مشورة سك الاضحية عندنا بدأ من ست سنين. طبعا اول ما بدأنا نعمل مشورة سك الاضحية اخدنا فتوى رسمية من نضار الافتاء المصرية. اه. فيه اربعتاشر سؤال وجهنا من نضار الافتاء. هل يجوز ان احنا اه. نوكل ان احنا نتبح نيابا على الاشخاص الاعتباريين. قالوا لنا ممكن. اه. ازاي نتبح وقت الدبح وقت اله. اه. هل ممكن نوزحها كلها. او ممكن الشخص المضاح ياخد جزء. كل الاسئلة اللي تخترع على بال حضرتك والسادة المشاهدين في موضوع الحاجة الشرعية. اه. وتوجهنا بها لضر الافتاءة المصرية. واخدنا فتوى ان يجوز لبنك الطعام المصري ان هو يوكل في دبح الاوضاحة وتوزيع على المحتاجين. احنا عندنا قاعدة بيانات كبيرة جدا. فوق ال. احنا بنشتغل مع الفين وتلتمية جامعية في مختلف المحافظات المصرية. يعني اللي انا من دوب او اكتر او عشرة في كل محافظة. احنا بنقدر نوصل للمحتاج الحقيقي في حالية بوشالاتين. على حدودنا مع السودان. على حدودنا مع الليبي. على حدودنا مع فلسطين. كل المحافظات المصرية عندنا داتابيس بيها اه. كويسة جدا. ومش مقررة. وبالنصك ده مع الجامعات الكبيرة زي مصر الخير. زي انا بحيث ما فيش منطقة تاخد مرتين ومنطقة انها تبقى اه اه مش محتاجة يعني. فاحنا عندنا داتابيس كويسة جدا. الا اه بعد كده احنا عندنا نعيما للسقوق. فيه سق بلدي وفيه سق مستورد. السق البلدي بألف ومية السنة دي والسق المستورد بسبع ومية. اللي احنا بنعمله السق المستورد. احنا خدنا فاتوة برضو ان احنا نممكن نتبح في استريلا في البرازيل في نوزلندا في السودان في اي دولة خارجية في نفس الوقت اللي هو معاعد صلاة العيد عندهم. وبحضر مندوب من المركز الاسلامي في سيدني او المركز الاسلامي في ساوباولو. وبحضر مندوب من بنك الطعام. وفيه شيخ من الازر بحضر رحازة الدبح يعني عشان يبقى على السنة. بندبح كل اللحوم اللي احنا بندبحها برا في المجازل الخارجية بتيجي بعدها بشهر ونص او شهرين لانها بتيجي مجمدة عن طريق المراكب والحاجات من دي. جزء منها كبير جدا بتدخله في عملية التعليب وجزء بتوزع على الناس. اللي بتعلب ده احنا بنعلب لحمة بالخضار. في عشر اصناف اللحمة بالخضار. بالمكرونة. مكرونة باللحمة المفرومة. طب قبل قبل ما نخش بقى في تفاصيل يعني ايه الحاجات المكونات والتغليف والكواليتي وكل ده انا بس قبل نتنقل من النقطة اللي احنا فيها. طب احنا عرفنا انه في مصر يا جماعة اللي اه محتاج وقولنا بنكرر تاني اللي دخله يقل عن خمسين جنيه بالنسبة للفرد في العائلة والعائلات اللي ملهاش عائل ياريت يتصل على مية وستين ستين علشان تبحث حالته ويقضي عيد في افضل حال. اه انا اللي يهمني اسأل عليه اللي احنا عرفنا اللي جوه مصر ممكن يتبرى عن طريق مية وستين ستين مش كده? ممكن سكوك الاضحية عن طريق مية وستين ستين عشان يعرف الاماكن اللي هو بيشتري منا سكو الاضحية. اه. لان احنا عندنا في اماكن زي اه نادي الجزيرة نادي هليوبلس اه دانديمول اه سيت ستارز اه في في محلات كتيرة جدا ممكن يستلمنا او عن طريق اه المقر الرئيسي البنك الطعام المصر. اللي برا مصر يعمل ايه? يعني اللي عايز برا مصر. ممكن يتبرى عن طريق الويب سايت بتاعنا اه اه. ممكن بالفيزا كارت بقول كنكم بقى اي حاجة اه في احنا بسهلين الطرق الا التبرع يعني بالنسبة لهم يعني. يمين. طب نتنقل بقى للمكونات اللي بتتحط في في اه 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 الباكيجز او اللي بتاخدها الناس. وانا فهمت انه في لحمة طيب انتو بتعملوا بقى ايه في موضوع اللحمة خصوصا اللحمة يعني. اه. سعرها بقى دلوقتي في في العالي جدا ان الكيلو وصل خمسة وتمانين جنيه. واحنا في الظروف اقتصادية طاحنة. الحقيقة احنا بنتبح السنة دي في ست مجازر في مختلف المحافظات المصرية. اللحمة اللي احنا بنتبحها بلدي في مصر دي بتتوزع في العيد. على كل المحافظات المصرية. يعني فيه خطوط خط طلع اه اه خطين تلاتة طلعين السعيد. خط الشمال السعيد وجنوب السعيد. خط اسكندرية. خط الاسماعيلية والسويس. خط المنصورة والغربية وكفر الشيخ. الخطوط دي على طول. بنتبح. بنتدخلها في اه طانل تجميد. وبعدين بعد تمن ساعات بنحطها في ابوات خاصة بنك الطعام وكانتين خاصة بنك الطعام. وبتروح للجامعات تتوزع في العيد. لازم الناس تفرح في العيد ولازم تاخد اللحمة فريش. لكن اللي بيجي ما استورد ده بتعلم بحيس ان احنا نحطه في الشمطة الشهرية اللي هم بياخدوها. بحيس يستفاد من اللحمة الاضحة طول السنة. يعني لازم بنحط في كل شنطة اربع معلبات بحيس ان هو هيكل لحمة كل اسبوع. يعني مجرد لحمة مطبوخة جاهزة بدون اي موضة حافظة للحاجات ده كلها. مجرد ان هو يفتحها يسخنها مع رغيف عيش او شوية رز يبقى كالوجبة كاملة. بحيس ان هو هيكل البروتين الحيواني ده على مدار السنة. اي نعم احنا بدي له بروتين نباتي اللي هو الفاصولية والفول والعادس والحاجات ده كلها. بس البروتين الحيواني بيبقى فيه احماض امانية اساسية لازم ياخدها من من اللحوم. فاحنا بنعود بها. انا اخر سؤال عمدي نختم بيه كلامنا بما انه اه الموضوع خيري تماما ومننا فينا. انا عارف انه فيه عدد كبير من المتطوعين. انا عايز اعرف سيست تطوع ايه? لانه فيه عندنا شباب كتير اه فيه اللي عنده افكار جميلة وافكار علمية لتطوير بلدنا. ده فيه الكليات وفيه شباب تانية مش عارفة تساعد ازاي. فممكن المتطوعين دول اه اه لو احنا فاهمين الميكانيزم ما ماشي عندكم ازاي ممكن نتطوعه وممكن يجو نساعد اكتر في حل المشاكل. احنا عددنا اقدرة متخصصة للمتطوعين لان المتطوعين دول اساسا هم الفكرة اللي اتبان عليها بنك الطعام. احنا عندنا في القادة البنات بتاع اه بنك الطعام الوقتي فوق السبعة الاف متطوع من مختلف الفئة العمرية اه اولاد والشباب وفيه بيدرسوا الجماعات وفيه موظفين وبيجوا بعض الشوء بعض الشغل بيجوا يشتغلوا معنا. بيساعدونا في الباكنج بيساعدونا في توزيع المواد الغذائية بيساعدونا في 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 التوزيع بيساعدونا في في حاجات كتيرة جدا. يعني حتى في بعض العمال اللي احنا بتتم عندنا مثلا اه محاسبين او اه اخصائيين اجتماعين او الحاجات من دي دول بيشتغلوا مجانا كمان. جميل يا دكتور نتمنى لكم التوفيق وبن بنقول للمرة الاخيرة في في الفقرة يا جماعة اللي محتاج ودخل الاسرة يقل عن خمسين جنيه للفارض يريد اتصل على بنك الطعام المصري على مية وستين ستين مية وستين ستين انا بقدر اروحا بالمرة الاخيرة علشان كل محتاج اه يتصل ويبقى العيد يعدي عليه سعيد. يا رب ما يبقاش فيه محتاجين في بلدنا دكتور ريدا سكر المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري نورتنا ونتمنى لكم دائما التوفيق. شكرا انه كل سنة والطيبين. وحضرتك طيب. مشاهدين بنفكركم اه ان بنك الطعام المصري هو مؤسسة خيرية غير هادفة للربحية تماما واقايمة على تبرعات المصريين اه فقط ده بس للتنويه علشان محدش افهم الموضوع غلط. وبنحب نفكركم ان اللي ملحقش اه يتفرج على فقرة بنك الطعام او الحلقة كلها ممكن يتفرج علينا على اليوتيوب بتاعتنا.. Kblemة واحدة ومكان اه العين اه اه حرف تلاتة بالانجليش. او اتصل معنا على تويتر نهاركسعيد او على الفيسبوك جروب نهاركسعيد نشوفكم بعد الفاصل وفقرة اه اخرى مميزة في اه يوم الوقفة. تابعونا. شكرا